يوصل مجلس النواب استقبل الأعضاء للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 لليوم الثالث على التوالي وقد أتحت الأمانة العامة لمجلس النواب نماذج تزكية المترشحين والمعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات تفعيلا للنص الدستوري الذي يقضي بأن يشترت لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المترشحة 20 عضو من أعضاء مجلس النواب من نفذ استحقاط الدستوري الذي هو بالنسبة للترشح لرئاسة الجمهورية بيبقى طبعا المشارع الدستوري حطها شروط معينة يمكن من أهمها أن المرشح يزكى من 20 نائب على الأقل المجلس النواب أو من 25 تأييد من 25 ألف مواطن من يكلم على 15 محافظة بواقع ألف من كل محافظة للتأييد فطبعا نحن النهاردة بممارس هذا الحق الدستوري في زخم في المجلس المؤكر عدد من السادة النواب من مختلف الأعزاب جاءوا للتوقيع على استمارات تفويد مرشحين المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية الفترة القادمة الحقيقة منصب كبير بيرتل مسئولية كبيرة جدا وأثر كبير جدا على بلادنا في حضرها وفي مستقبلها يمكن أنا منتمي لحزب مستقبل الوطن متشرف بهذه الصفة الحزبية والحزب قد أعلن منذ فترة دعمه لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية لفترة جديدة بدأنا للحقاق الدستوري النهاردة وقدنا تلات أيام بنعد ليه من خلال عمل توكلات تأييد لفخامة السادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وإحنا كلنا بندعمه وأنا من ضمن اللي بيمثله حزب مستقبل الوطن في محافظة المينيا فكل الحمد لله الأحزاب عملت مشاركات سياسية وعملنا أكثر من اللقاء منها في الصهاج ومنها في القاهرة كلنا لتأييد معالي فخامة السادة الزعيم عبدالفتاح السيسي إحنا جايين النهاردة بنعمل تفوضات للمرشحين للانتخابات الرئيسية بنقول إن ده دورنا وده حق مصر وحق بلدنا علينا إحنا نأمل إن إحنا نوصل الصورة بإن روح تلاتين ستة ما زالت موجودة إحنا عايزين نقول للقاصي والداني إن مصر واقفة على رجليها مصر قادرة إنها تعمل مصر اللي عملت المعجزات في العصور اللي فاتت إن شاء الله عندها معجزات جديدة من بنية تحتية من طرق من مشاريع ومن نهضة وبإذن الله إيدينا مع إيدي قيادتنا حنوصل لبر الأمان ترجمة نانسي قنقر